سورة الواقعة مكية بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافزة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء مبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جدنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزون متكين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يسدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيغون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكلون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مغزود وطلح منزود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وإظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون فل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الغالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شعب اليم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرصون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغربون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه حطاما فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومطاعا للمقوين أسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم فإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون أنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون لولا إن كنتم غير مدينين رجعونها إن كنتم صادقين أما إن كان من المقربين قو وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين أما إن كان من المكذبين الوالين نزل من حميم وتصلية جهيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم